أعلن محافظ أربيل أميد خوشناو أن السيول التي أغرقت بعض المناطق في المحافظة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت لم تخلف خسائر بالأرواح وقال خوشناو في مؤتمر صحفي أن السيول الناجم عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت ليلا لم تسفر عن خسائر بالأرواح بستثناء تجمع المياه في بعض الأحياء والأماكن التي تسببت بتوقف سيارة بعض الأشخاص عن العمل مستدركا القول أن فرق البلدية بالتعاون مع المواطنين تمكنت من السيطرة على الوضع ولم يحدث أي ضرر وأضاف أن فرق البلدية والدواء المعنية لحكومة كردستان على أتم الجهوزية لأي حالة غير مرغوب بها قد تقع داعيا السكان إلى التعاون مع الفرق عندما يشعرون بأي خطر من ارتفاع مناسب المياه وإمكانية حدوث الفيضانات وبما يتعلق بإجراءات حكومة الإقليم بشأن ضحايا الفيضانات التي وقعت العام الماضي في أربيل قال رئيس الحكومة المحلية أن التعاونات المقدمة للمتضررين من الفيضان الأول قد اكتملت وما يخص تعاونات الفيضان الثاني فإن حكومة الإقليم شارعت بها